أجواء جميلة هنا مشاهد خيالية حضور كبير في المدرجات والكل ينتظر سيداتي نساتي سادتي أجمل تحية مني أينما كنتم اليوم نجلم لكم مباراة كبيرة في أجواء حماسية وغير عادية محدثكم فارس عوض من كبينة التعليق سنكون على موعد اليوم مع مباراة تلعظون لبطولة دول المحترفين السعودي نادي الرائد ضد الرياض وهذه مباراة مهمة بكل تأكيد أي مباراة تأخذها يكون لها أداف واضحة هذه تشكلة الرائد على الشاشلان ويعتمدون اليوم على خطة الأربعة أربعة أثنين التقليدية هذه تشكلة الفريق الضايف من الفرق اللي ما تفضل التقدم للأمام تفضل أن تترك الأمور للمنافس للضغط والتقدم الترافق بين خطوطها الخلفية هو أهم شيء بالنسبة له دفاع الصلب أمام المرمى تمركز قوي عدم اندفاع خلف الكرة حتى لا يترك أي فرصة للخصم لاستغلالها الرائد هو أول فريق من منطقة القصيم يصعد للدوري الممتاز في الكرة السعودية اسم متواجد باستمرار ضمن أندية الدوري ودائما يظهر بشكل جيد تبدأ المباراة رسمية مع انطلاقة الشوط الأول كرة مضيح من جنب الرايف بيعدي بالكرة بيروح فيها تشل في الحفاظ بالكرة بسدد دولار بسدد دولار يوقف حارس المرمى مباراة تبدأ بخطاء صارم جدا هذا الحكم كرت أصفر من بداية اللقاء واضح بأن حكم المباراة ما عنده وقت ما رح يتفاهم كرت أصفر قد يحصل عليه أي لاعب في حالة أي تجاوز إبعاد الكرة لم يكن بشكل جيد خطورة لم تعد موجودة هنا فرسلان يا ربا كيف طعب هذه الفرصة لكن الراية موجودة مشاهدينا لتنقذ الموقف وتجنب الفريق كل الانتقادات على الرغم من التسلل لكن الكرة كانت في المتناول لكن صافرة هنا تعلن عن وجود تسلل بعد تداخل أثناء اللعبة خطأ من حارس المرمى سهل يعاقب في هذا التوقف بخلصنا في هذه الأقطاع هجوم الان مع التفكير في الخطوة المقبلة لتهديد المرمى تزديدة قوية على المرمى لكن بدون دقة في التزديد راحة الكرة بعيدة بدون ما تشكل خطورة يفقد الرائد الكرة تنفيذ جيد للضغط العالي تمرينه في مكان فرصة للتسجيل الآن واضح بأن هناك العدم للتركيز عند كل الفريقين في هذه الحضار قد تأتي الخطورة هنا عرضية في عمق الثمانفاش والضوح على التصديق تغير الوضع بعد أن بدأ الفريق يستحود على الكرة وأصبح هو المسيطر انطلاقة هجومية خيارات متعددة في التنفي الأمامي فرصة ممتازة لتسجيل هدف التقدم لكن بالضيق كان ممكن يتصرفين أن يشاهد كرة هذا في هذه لعبات الكرة كل مرمى مستحيلة البداية مستحيلة نشوف الهدف مرة أخرى هجوم مرتفة سريعة ومنظمة وهنا حدث الانفرار في المربع والفرصة استغلت الاستغلال الأمثل ولم تهدر الكرة وجاء الهدف يؤكد على القدرات الكبيرة في إنهاء الفرص أمام المربع إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدين متابعين النتيجة 1-0 الآن حلوة من الدفاع خلصها وافتك الكرة كريم البركاوي هذه فرصة افتكاك راع للكرة وإيقاف هذه المحاولة البركاوي مجهود مميز لن يتصدع حرص المربع للتسجيلة بكل سهولة لم تكن صعب عليه الشوط الأول ينتهي الآن الفريقان إلى غرفة الملابس ولنا عودة بعد استراحة قصيرة مستوى جيد في شوط المباراة الأول ستكون الجماهي السعيدة بهذا الأداء شوط أول قوي جداً تسجيل هدف تقدم في النتيجة ومسابة إيجابية ستعزل الثقة وتدفع نحو المزيد في شوط الثاني نبدأ الآن مع الشوط الثاني وضربتي البداية لهذه المباراة ماتياس نورمان حلوة كرة جمع كبير لحارس المرمى لحظات وتنفذ رمية التماث الكورالام مع الفريق الآخر محمد فوزير الجمهور ينفذ التسديد الحارس يتألق ويبعدها أحمد عزيري يستانى في اللعبة الآن مع عرمية التماث أعمل ممتاز لكن بسهولة ينجح حارس المرمى في التصدي لهذه التسديدة ماتياس نورمان صالح العمري كرة فيها خطورة محمد فوزير تصويدا لم تكن بالقوة الكافية والحارس كان في الموعد بالتالي نصف ساعة تصلنا على ساطرة نهاية المباراة بيضية تضرب خطة دفاع التسلل هنا يوقف الهزمة لعبة كانت خطيرة وكل شيء بدأ على ما نرى حتى جاءت الراية لتوقف كل شيء في اللقطة بطاقة الصفراء في وجه اللعب علي الحذر فيما تبقى من هذا اللقاء ماتياس نورمان ولان هجوم وتقدم إلى الأمام مع بحث عن فرصة لتهديد المرمى تدخل ناجح على الكرة انطلاق قوية هنا مشاهدين إلى الأمام ممتاز في إيقاف التسديدة يتدخل ويستعيدها من جديد ماتياس نورمان اللعب يتسرع في اللقطة الماضية ويحاول من مسافة بعيدة سيطرة كبيرة من أصحاب الأرض على اللعب في أخر ربع ساحة من حول المباراة عندها فرصة لتسجيل هذا الهدف هدف توسيع الفارق وتاسيس التطور بفارق الهدف هذه إعادة الهدف شفوا اللعبة شفوا الطريقة في الضغط هنا تطبيق الضغط بشكل مثالي أدى إلى هذا الهدف أسلوب راع وعمل ممتاز إذن عودة للمباراة مشاهدين الكرام والنتيجة لا الهدفين مقابل لا شيء أحمد عزيري بالسهولة يتصدى لطريق الكرام صالح العمري كريم البركاوي الله على التصدى للكرام يتصدى للتسديدة ويمنح من الوصول إلى المربع تسع دقائق متبقية من عمر هذا اللقاء حلو المدافع استخلاص لهذه الكرام بتدفل ممتاز زعيود لم يتمكنوا من الحفاظ على الكرام كرة مضيع من جنب الرايب الحجان يعلن عن إضافة تقيقة وحدة كوقت بدل ضايا يعد فيها يعد فيها يعد فيها مهارة غير عادية المخرج مستمتع بالإعادة بالتوغل بالحطة في النهاية في الشباك انتهت الحكاية هنا مع صافرة وفوز لمصلحة أصحاب الأرض اليوم وكأنها مباراة مدية سيطرة كبيرة على الملعب متحكم في رتم المباراة وانتيجة كبيرة وثلاث نقاط مستحقات أداء كبير وخرافي في هذا النقاط هذا المستوى الطاغ على كل من في أرضية الملعب اليوم طار بشكل جيد كان واضح أيضا عزم من البداية على صناعة الفارق نجح في تسجيل هدفين وسام أيضا في فوز الفريق ترجمة نانسي قنقر